موسيقى صباح الخير النهاردة هنتعلم نعمل كرة من مجموعة من الظهور بحيث انهم يأخذوا مع بعض لما يتجمعوا مع بعض الشكل الكري ده اقدر اعلقها كزينة في اعياد الميلاد الشكل ده اقدر كمان احط فيها بدل الخيط العادي احط فيها خيط مطاطي وتصبح العاب اليو يو للاطفال الكرة دي جميلة جدا وحلو ان انت تنفذيها مع الطفل على الاقل هيعرف الشكل الكري ازاي ان انا اعمل كرة الظهور بتحتاجي مجموعة من الدوائر عددهم عشرين دائرة حجم الدائرة انت حرة فيه يعني انا اخترت ان حجم الدائرة دي يكون قطرها اربعة سنتي لو انت عايزها اكبر شوية قطري قطر الدائرة او زودي قطر الدائرة هيطلع لك الحجم الاكبر طبعا انا عندي مقص دوائر بنسك المقص وبحدد قطر الدائرة اللي انا عايزاه بشوف انا محتاجة اي قطر وبحط المقص بتاعي بألف باخد دائرة متزنة وجميلة وبسرعة ومعنديش اي مشكلة لو مفيش المقص بتضطري ان انت تستخدمي الفرجار بمسك الدوائر كل كرة من دول بتحتاج منك عشرين دائرة كل وردة بتتعامل من خمس دوائر بمسك كل واحدة وقتنيها اتنين بالشكل ده كل العشرين دائرة بيتم تانيها الى نصفين انا جهست العشرين متنيين جاهزين علشان مااخدش وقت بعد كده ببدأ الوين الدوائر بتاعتي دي بلونها ازاي بمسك كل دائرة وباللون اللي انت عايزاه بمسك كده بالمسطرة علشان احدد الوسط وبلون النص واسيب النص التاني ابيض انا بستخدم المسطرة علشان يطلع التلوين بتاعي مضبوط لو انت ايدك مضبوطة ما انتش محتاجة بلون كل العشرين بالشكل ده وهبدأ اقولك هكمل التلوين وارجع اقولك نعمل ايه خلصت التلوين العشرين بتلة في المنتصف هبدأ عملية تلوين البتلات هتني من الوسط وارجع اتني مرة تانية العكس بالشكل ده وعلى الضهر مش على الوجه هبدأ ااخد المربع الاول الربع الدائرة الاول اتنيهم على بعضي كده تاني تطلع عندي شكل البتلة اللي انا عايزها همسك السم واحط جزء بسيط هنا بين البتلات وجزء بسيط هنا واتني بحيث تغلق على بعضها وتديني شكل البتلة بتاعة الضهر اعمل واحدة كمان اتني بالضبط وارجع افتح واتني مرة كمان وعلى ضهر الوردة ااخد الربع الاول من الدائرة واتني تتنين والربع التاني واتني تتنين وابدأ اجمعهم على بعض بالصم احط واغلق البتلات على بعضها هبدأ اعمل العشرين بتلة بنفس الطريقة وارجع لك خلصت تأفيل البتلات هبدأ اعمل كل وردة لوحدها من خمس بتلات اسمي البتلات بتاعتك همسك الزهرة الاولى واجبع بتلاتها على بعضها لتبك احبط واغلق البتلات اعجب ورز اضر عدد وسط و اتجمعت الزهرة رقم واحد هبدأ اجمع الزهرة التانية بنفس الطريقة اتجمع الزهرة التانية الزهرة رقم اتنين هكمل باقي الزهرات وارجع خلصت الاربع زهرات هبدأ الصقهم مع بعض هقلب الزهرة وبالصمغ هحط هنا وهنا همسك الزهرة الاولى بعد تانية وادخلهم في الفراغات بالشكل ده وهبدأ همسك اللي بعدها واحط دي داخل الفراغات بين كل زهرة تبدأ تتشكل معاك الدائرة تتشكلت كرة الزهور بابدأ بس اضغط عليها لحد ما الصمغ يمسك الوردات مع بعضها بالفرد ان انت عايزة تجمليها او تحطي مثلا خرز او لو هتعلقيها في زينة او كده ممكن تستخدمي الخرز ده وتحطي بالبسادة ستشام في كل واحدة وردة في كل وردة تحطي خرزة تبدأ لشكل جميل اكتملت معايا كرة الزهور بالفرد ان انت عايزاها تبقى لها خيط بالشكل ده بتجيبي خيط باللون اللي انت اللي يعجبك طبعا وبتربطي الطرف بتاعه وبتدخلي من اي مكان وتطلعي وفقي رأسي بالشكل هنزلق الكرة بفكت اصبحت عندي بول كرة جميلة جدا وتصلح انها تتحط في الزينة تصلح انها تتقدم هدايا للاطفال تصلح للاعيات في منتهى الجمال والروعة وهتعجب الاطفال جدا اذا عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لكم اشتركوا في القناة